اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهيبقى بالشكل ده يكون اسألك لانه طحنه من اصعب او من يعني من اصعب المواد اللي ممكن تطحنها منزليا يعني المطحنة اللي في البيت صعب جدا عليها ان هي تطحن السمو العرب فان لو اجيبه مطحون يكون افضل طب انا ما توفرت شيء ممكن بجيبه بدلا ما احطه على حالته كده في قلب المطحنة لأ انا بكون عندي اي حاجة كسر فيها زي مثلا زي كده وبقى ايه احاول انا كسره قدر الامكان وبعد ما كسره اخليه اجزاء سوارة ابدأ ان انا اطحنه وكون حريص في موضوع الطحنة وشيارين تبع المطحنة عشان ما تبصش وترجع تدع عليها وتقول انت سببت في ان المطحنة بتاعتي بازل هنا النشا طبعا بيتجيبه وعارفين فانا المقدير المقدير بتاعته بحط معلقة معلقة بالحجم ده مطحون الصمغ العربي ومقابل لها معلقة ونص او معلقتين من النشا وابدأ قلبه هو جف الاول يعني هو جف زي كده ما ابدأ ان انا اقلبه قلبه قلبه علشان ايه لان الصمغ من طبيعته مجرد ما بيجي عليه الميا بيبدأ يكالكا فالنشا بتخفر في المسألة دي عنه شوية خلاص بعد ما قلبته كده ابدأ انا اضيفي الايه الموارد الموارد طبيعي مش موم مبلك كوباية مرة واحدة وابدأ ان انا ايه يريد تكوني تقليب بسرعة علشان ما يكلكاش من انا وحاولنا اضبهر المعلاقة انا مش شافي كدر الكوباية كده لو في حجم كلكاعة ايه كده انا قربت بس اسا برضو ممكن احتاج تقليب اكتر شوية طيب هو ده هو ده المادة اللي انا هعمل بها الماسك الماسك بيتعامل مرتين الى ثلاث مرات اسبوعين اممكن اعمله يوم بعد يوم يكون جميل جدا بيجي قبل النوم بقى اعمل الخلطة بتاعتي دي كده وما عملش كتير كل يوم على قد الاستعمال الوجه الوجه او اعمل على منطقة الصدر على منطقة اليدين كلام ده على حسب شوف المطلوب ايه اللي تعمله بتعمله بتعمله على الخضر بتاعه بتقدره مرة وكده بحط على الوجه واسيبه اللي حين ما يجف يعني ما تقولش بقى سيبه قد ايه افرض انا في منطقة باردة مناطق مثلا في الشمال او مناطق باردة هيتأخر شوية في مناطق دفة الوقت ومناطق فيها حرارة هيعمل بسرعة انا ده ممكن دي يقعد ربع ساعة المناطق البردة هيقعد نصف ساعة على ما يجفل ايه اللي على الوجه بعد ما يجفل على الوجه او غسل بمياه فترة واعمل الورد بتاعي وامني ده بالنسبة للمسك يبقى قلنا صمو عربي مطحون نشا ماء ورد ماء ورد طبيعي ما يديش بحد يقول ليه ما لقتش مية ورد احط زيت ورد لا هو مية ورد وما حدش يخترعلي في المجربة المجربة كده احنا وصلنا للنهاية وده اللي جربوها واستعملوها وكويس يبقى صمو عربي مطحون مع نشا مع ماء ورد طبيعي ماء ورد مش دهن ورد ولا زيت ورد واخلطه بعمل المقدار يومي واعمل المسك على الوجه بسيبه لغاية لما يجف وبعد كده بشطفه بماية فترة بشطف الوجه او معامل على الوجه او اي مكان بخسيره بماية فترة باستعملش صبون ونام هو ده بالنسبة لإيه للمسك بتاع الصمو العربي لعلاج الحالات اللي تكلمنا فيها اللي هي التصبغات والحبوب الشباب والالتهابات والتجعيد اللي في الوجه واتمنى كل حلقة عجبكم ولا لقاء في حلقة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته